ومعنا من مدريد موفد الجزائر الدولية بلقاسم عيشاوي مرحبا بك بلقاسم إذن ضعنا في صورة أجواء الانتخابات التشريعية في إسبانيا وكيف هي الأجواء في الفترة المسائية مساء الخير صار إذن يواصل إسبان الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المثيرة للجدل باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ الدولة سواء على صعيد الاقتصادي أو الاجتماعي بالإضافة إلى هم الملفات المطروحة على مدريد وفقا للعمل الانتخابية التي جارت صباحة اليوم بطريقة عادية تزمنا مع إعلان وزارة الداخلية الإسبانية في حدود ساعة ثانية عن نسبة المشاركة التي فقت الأربعين فاصل خمسة بالمئة وهذه النسبة تعد كمستوى أعلى من الانتخابات التشريعية المسجلة عام 2019 وهذا ما يعبر عن تزايد أو الإقبال مترشح الإقبال الإسبان على هذه الانتخابات وإدلاء بأصواتهم في طمعا في إحداث أقول التغيير المنشود في هذه الانتخابات والفوز على سبيل المثال أو على إن صح القول حزب الشعب الإسباني الذين يريدونه أن يكون هو من يقود إسبانيا في هذه الأربع سنوات المقبلة ويأملون أيضا يأمل الشعب الإسباني الذي تقعد بقناة الجزائر الدولية هنا بالعاصمة مادريد في إعادة إسبانيا أوراقها وإعادة موقفها تاريخية أقول خاصة موقفها إزاء صحراء الغربية وإعادة توازن في منطقة الدول الجوار وجنوب إسبانيا موفد قناة الجزائر الدولية إلى مادريد بالقاسم عيشاوي شكرا لك